اشتركوا في القناة يعني من الرؤى الغير محمودة واللي بتدل على كسرة الازمات والمشاكل في حياة الرأي لكن بالتأكيد الرأي دي بتختلف من شخص التاني لانها يعني ربما تكون رؤية محمودة بتبشر الرأي باقتراب الفرج لان رؤية يعني ترمز رؤية المحامة والدفاع عن شخص في المحكمة القوة الشخصية وشهادة الحق والتخلص من العقبات والمتاعب والله تعالى اعلى واعلم رؤية المحامة واللي يعني والتكلم معه او الحديث معه في حلم الزوجة اه يعني ده بيبشر بقرب الفرج بيبشر بالحصول على العقار او منزل وكتابته للزوجة وقيل هو تحقيق ما ترغب فيه الزوجة والله تعالى اعلى واعلم تشير رؤية رؤية ده رؤية المحامة والقوف في المحكمة في الحلم للجميع اه اللي حودت الحق وقدوم مال وخير ويعني وتتخطى العقبات لمن يراها تدل رؤية المحامة فقط بدون تحديد في حلم الرجل لكلام باطل غير صحيح يقال في حق الرأي من المحطين به تشير التوكيل التوكيل المحامي اه للحصول على الحق في حلم اه الرائي اه لقرب التخلص من هون ازمات ال اه وال يعني ازماته والعقبات الموجودة في حياته ويعني وتشير الرجل هو برتديس اه يعني رؤية المحامة وبيقف في المحكمة وبيدفع عن شخص في الحلم لشهالة الحق وتحقيق اه ما يتمنى الرأي في الحياته وبتبصره ان شاء الله بوصوله لاهدافه ايا كانت الاهداف دي رؤية المحامة في البيت اه يعني بتدل على ان الخيارات والاموال في حياة الرأي قليلة وعلى وجود المشاكل والازمات الكتيرة اه في حياة الرأي بعد الفترة دي لما تشوف راجل في منامه وجود محامة في المنزل دي بتكون يعني رؤية يعني بتدل على ان الرأي ربما يتعرض لمشكلة في اه الفترة المقبلة ودي اللي اعكاست الخليفات والازمات اللي بتحدث في حياة الرأي فاااا يعني يعني رؤية المحامة في المنامه الرأي المهمة جدا لان ربما تبشر بخير وقرب فرج للرأي وربما الا عكس فلما تشوف المتلقة في المحامي في المنامه كان مبتسم وسعيد لها دي بتبشرها ان شاء الله ان هي اه ازا كان في قضيها ترباحها ازا كان في رزق هيات نار في الفترة المقبلة بازن ربنا عسى وجل حباء في الله ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم اه او رؤية متعلقة اه بالمحامي اكتبان انا اسفل الفيديو احنا فسركم فسر وقت ما تنسوش تشاركوا فقناه وادفعوا الجرس علشان قابلكم ان تشارك بار قادرونكم الناس واللقاء في داخل السلام عليكم اشتركوا في القناة